الحسين رجل الحق الحسين رجل الحرية قام بوجه الطاغية يزيد بن معاوية مثلي لا وعلى الإسلام السلام إذ بتلية الأمة براع كيزيد دقيقوا يا عرب كلام الإمام إمام الكلام الإمام لم يقل وعلى الإسلام السلام إذ بتلية الأمة بيزيد لا إذ بتلية الأمة براع ملك ملك رئيس رئيس مزراء كيزيد إذا صال الراعي مثل يزيد اقرأوا على الإسلام الفاتح من هذاك اليوم شيعت أمير المؤمنين تحت وضعة الظل يا أخي أحنا ما عدنا شيء غير مجالس نقول يا حسين بدأوا بالحرب مع الحسين ومع مجالس الحسين قطعوا أيدي وأرجل وأسملوا العيون في طريق الحسين آخر ملك عباسي اسمه المستعصم عليه اللعنة وسوء العذاب منع مجالس الحسين في بغداد بالذات في منطقة الكرخ ممنوع شيعة بغداد اجتمعوا في سرداب خلوا يوم عاشوا راء ليلة عاش الآن سنتهم سنت هذول الشهداء هذول خلوا الأطفال في الطابق الأعلى هم قعدوا بالسرداب ينوحون ويبكون على الحسين بينهم ستار رجال من طرف نساء من طرف مجلس قوامه ألف رجل وامرأة الجواسيس فوق كان ليلة عاشرة أطفال يضربون على الدنابق ويرقصون ويضحكون حتى يتبين للرأي العام أنه عندهم مجلس فرح ليلة عاشرة ولكن تحت كان يبكون على الحسين وصل الخبر إلى المستعصم العباسي أمر اللعين قال اهدموا السقف على رؤوسهم اهدموا السقف على رؤوسهم كتلوا ألفا من المعزين على الحسين شنو ذنبهم ذنبهم أنهم قالوا يا حسين ذبحهم كتلهم ولم يأذن بدفنهم ماتوا ودفنوا تحت تلك الأنقاض إلى الآن حتى منعرف قبرهم وين هذا تاريخ